ترجمة نانسي قنقر وذلك على النحو الآتي وزير التربية والتعليم ويتبعه أولاً إدارة الاتصال والملحقيات ثانياً إدارة التقييم والأداء ثالثاً إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية رابعاً مدير عام شؤون المدارس بدرجة وكيل وزارة ويتبعه الوكيل المساعد للخدمات التعليمية وتتبعه إدارة الإرشاد ومصادر المعرفة إدارة الأنشطة الطلابية إدارة التربية الرياضية الوكيل المساعد للتعليم وتتبعه إدارة العمليات التعليمية المنطقة الأولى إدارة العمليات التعليمية المنطقة الثانية إدارة العمليات التعليمية المنطقة الثالثة إدارة العمليات التعليمية المنطقة الرابعة الوكيل المساعد للخدمات المساندة وتتبعه إدارة الموارد البشرية وتأهيل المعلمين إدارة الموارد المالية، إدارة المنشآت التعليمية، إدارة تقنية المعلومات والتعليم الرقمي خامساً، وكيل وزارة التربية والتعليم ويتبعه الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم وتتبعه إدارة سياسات وتطوير المناهج، إدارة سياسات وتطوير التعليم الوكيل المساعد للتخطيط والتراخيص التعليمية وتتبعه إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة، إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 51 لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم اشتركوا في القناة